أهلا بكم البرنامج الحكومي أعطى أهمية كبرى للصناعة العراقية وسبل تطويرها والنهوض بها إذ عملت الحكومة على تدعيم المشاريع الصناعية مشروع إنتاج منظومات الري بالرشأة المحورية من المشاريع التي تم إنشاؤها بالمشاركة مع القطاع الخاص هذا المشروع يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ألفا ومئة مرشة سنوية إضافة إلى شركة ديالة العامة التي تمتلك مصانع متخصصة بإنتاج المحولات والمقاييس الكهربائية وبامتياز من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء إضافة إلى الشركة العامة لصناعة أسمد الجنوبية في البصرة وبشقيها مصنع إنتاج سماد اليوريا ومصنع إنتاج سماد الداب نبقى في البصرة لكن نذهب إلى الشركة العامة للحديد والصلب التي تتكون من مصنع الدرفلة وخدماته الهندسية ومصنع الصلب وخدماته الهندسية أما الشركة العامة للإسمنت العراقية والمتمثلة بمعمل إسمنت بادوش الذي وسع لتتجاوز طاقته الإنتاجية تصميمية ثلاثة آلاف ومئتي طن يومية وهناك أيضا شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية والمتمثلة بمصنع الصودة والكلور الأول والوحيد في العراق الذي يعمل بطاقة أربعين طن يومية وهناك أيضا الشركة العامة للصناعات الفلاذية التي تتمثل بمصنع الصب المستمر الذي يعمل بطاقة ستمائة ألف طن سنوية لتوفير منتجات الصلب وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل إضافة إلى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمسترزمات الطبية التي تعمل على تجهيز وزارة الصحة بمختلف المسترزمات الطبية شركة الأخرى هي الشركة العامة لكبرية المشراق التي تمتلك مصنعا متكاملا لإنتاج الشب بطاقات عالية لرفض مديريات الماء في بغداد والمحافظات وأخيرا شركة الفارس العامة التي تعتبر الشركة الأولى والوحيدة في مجال تكنولوجيا المياه حيث تختص بتصنيع محطات تصفية المياه ومحطات معالجة المياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر